بلغت حجم ضبوطات الاعتداءات على الأشجار الحرجية من خلال جولة مديرية زراعة الزرقاء خلال العام الحالي 14 ضبطا تم تحويلها إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبها وبيّنت مديرية زراعة الزرقاء أن هذه الضبوطات تمثلت بالاعتداء على الأشجار بهدف جمع الحطب الجاف من خلال قطعه من الأشجار الحرجية وقطع الأشجار بشكل كامل لفتة إلى أن معظم هذه الاعتداءات وقعت في منطقتين المسارات وبيرين خصوصا وأن هذه المناطق تشهد أعدادا كبيرة للأشجار الحرجية وأكدت المديرية أنها ستعمل على الحد من الاعتداء على الثروة الحرجية ضمن خطة شمولية سيتم وضعها موضع التنفيذ خلال فصل الشتاء الحالي تقوم مديرية الزراعة ممثلة بقسم الحراج بأعداد خطة طوارئ لموسم الشتاء حيث تقوم بتكثيف الدوريات الراجلة والمحمولة لمراقبة المناطق الحرجية وتقوم بإقامة نقاط غلق على منافذ المحافظة لمنع تهريب الأحطاب من المناطق الحرجية كما تم إقامة غرفة عمليات مع المحافظة والدفاع المدني